بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله على بركة الله نبدأ نرقي هذا البطن نرقي هذا البطن من كل سحر فيه بسم الله نبدأ على بركة الله نرقي هذا البطن من كل ألام وأوجاع وعقد بسم الله على بركة الله بسم الله يبطل كل سحر يجدد في البطن والمعدة وفي المنام بسم الله يبطل كل سحر يجدد في المنام كل يوم كل ليلة بسم الله يبطل كل سحر يجدد في المنام مدى عشرين أو ثلاثين سنة بسم الله يبطل كل سحر جدد في المنام لكل عاشق وعاشق من كل تابع وتابع من كل ساحر وساحرة بسم الله يبطل كل سحر جدد في المنام اللهم حلو العقد السحر المجدد في المنام من الأبالس والشياطين اللهم حلو العقد السحر المجدد في المنام من كل عاشق أم الصبيان من كل عاشق وتابع من كل عاشق زاني أو من كل عاشق خبيث خبيث بسم الله وبإذن الله وبقوة الله يبطل كل سحر مجدد في المنام اللهم احلو العقد السحر المجدد في المنام عقد تراكمت منذ عشرين ثلاثين أربعين سنة اللهم احلو العقد السحر المجدد في المنام كل سحر قديم مأكول في هذا البطن إن الله سيبطله كل ساحر قوي من الجان في هذا البطن إن الله سيبطله كل ساحر قوي من الجان في هذا البطن ويل لك من عذب الله أيها الساحر كل ساحر قوي في هذا البطن كل ساحر من الجان قوي في هذا البطن سكنت أيها الخبيث منذ عشرين سنة سكنت في البطن منذ تلاتين سنة سكنت في البطن أتعبت هذه الأخت بالسحر المأكول في المنام منذ سنين أتعبت هذا الأخ المبارك بالسحر المأكول وما زلت تشدد أيها الخبيث كل ساحر من الجان كل جنية ساحرة كل ساحرة أو ساحر كل ساحرة من الجان كل ساحر وساحرة من الجان في هذا البطن والمعدة ويل لك من عذب الله الله أكبر عليك وحسبون الله نعم الوكيل في سحرك وخبثك وكيدك ومكرك ويكفينا الله ويكفينا الله ينجي المؤمنين ويكفينا الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يعلم أيها الساحر أيها الساحرة يا من تسكنون في هذا البطن والمعدة يا من تسحرون في المنام وتجددون يا من تمردونهم في البطن أخرتموهم بالسحر المأكول المجدد في المنام وتعبوا من هذا السحر مجدد منذ سنين تسحرونهم بكل مشتهيات يشتهونها في النهار تسحرونهم بالمشتهيات التي يشتهونها في النهار تسحرون بهم في المنام الله أكبر على كل سحر يسحرها وتسحره بكل ما يشتهي بالنهار ويسحرها العاشق بكل ما تشتهي بالنهار الله أكبر على كل سحر يسحرونك في المنام بالطعام المجتهى بالنهار حسب الله نعم الوكيل في كل ساحر وساحرة يسحرونك بعد الصبح بعد صلاة الفجر بعد الرجوع إلى النوم إذا نسيت التحصين حسب الله نعم الوكيل في كل عاشق وعاشقة ساحر وساحرة سكن في هذا الوطن بسم الله والله أكبر تدك حصون الساحر والساحرة في هذا الوطن بسم الله والله أكبر تدك حصون وعقد كثيرة وحصون كطبقات حصنة كل سحر وسحر في البطن اللهم زلزل عقد السحر والسحر في هذا البطن اللهم زلزل عقد السحر والسحر في هذا البطن اللهم زلزل عقد السحر والسحر في هذا البطن بسم الله القوي يبطل كل سحر قوي في هذا البطن كل سحر قوي 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 من الجان قوي من الإنس قوي كل سحر مأكل 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 قديم 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 إن الله سيبطله كل سحر مأكل قديم بنجمة السداسة مأكل بالدم مأكل بالدم مأكل بالدم مأكل بالنجاسات مأكل بالنجاسات مأكل بماء الموت مأكل بماء الموت مأكل إن الله سيبطله كل سحر مأكل كل سحر مأكل بسحر النجوم والكواكب سحر النجوم 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 والكواكب إن الله سيبطله كل سحر قديم قوي يجدد سحر النجوم والكواكب يجدد في أول الشهر وآخره ووسطه يجدد في كل أسبوع وكل خميس يجدد في كل أربعاء وثلاثاء كل سحر يجدد في كل خميس من الأسبوع إن الله سيبطله كل سحر يجدده الشياطين في ليلة الجمعة إن الله سيبطله كل سحر يجدد في السبت إن الله سيبطله كل سحر يجدد في المنام في الأحد إن الله سيبطله كل سحر جدد في المنام في يوم الاثنين إن الله سيبطله كل سحر جدد في المنام في يوم الثلاثاء إن الله سيبطله كل سحر جدد في المنام يوم الأحد إن الله سيبطله كل سحر مأكل قديم مجدده الجان في المنام إن الله سيبطله أعوذ بالله السميع علي من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العالم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق لذا وقب ومن شر النفاتات في العقد 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 ومن شر حاسد لذا حسد ومن شر حاسد لذا حسد ومن شر حاسد لذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال موسى وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي تعبان فإذا هي تعبان فإذا هي تعبان مبين ونسع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا سحر أعين الناس سحر أعين الناس سحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 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 وأوحينا إلى موسى أن القعصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 فغلبوا هنالك وانقلبوا الساغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا الساغرين فاغلبوه نالك وانقلبوه ساغري وألقي السحرة ساجدينا وألقي السحرة ساجدينا وألقي السحرة ساجدينا قالوا آمنا برب العالمين 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 رب موسى وهارون أيها السحرة من الجان أيها السحرة بعد سماعكم لأهذه الآيات أعلموا علم اليقين أنكم ستتكبرون وتستهزئون يا سحرة الجان أيها السحرة بعد سماعكم لهذه الآيات سوف تتكبرون وتستهزئون ليس لأنكم لا تؤمنون وإنما لأنكم خبثاء وشياطين لذلك فاعلموا أيها السحرة من الجان أيها السحرة أيها السحرة يعلموا أن هؤلاء السحرة الذي تكلم عنهم رب العالمين مع موسى الذين كانوا يحاربون موسى عليه السلام كانوا أقوى السحرة على وجه الأرض كانوا أقوى السحرة على وجه الأرض يعني هؤلاء السحرة مذكورنا في كتابنا الكريم كانوا أقوى منكم بالألاف المرات أكبر السحرة على وجه الأرض في ذلك الزمان مع ذلك هزمهم موسى بعصاه المعجزة بإذن الله ولزت سحرة كما هزمهم موسى بهذه المعجزة أو فنهزمكم بمعجزة القرآن فهذا الكلام كلام رب العالمين معجزة لن يستطيعوا لا لن يستطيعوا لا الإنس ولا الجن ولو يجتمعوا أن يأتوا بهذه المعجزة من القرآن بدلا نحن سوف نبطل سحركم بمعجزة القرآن وهذه المعجزة التي نقرأها عليكم كل يوم هذه المعجزة هذا العبد الفقير الذي تؤذونه أو تؤذونها هذه الأمة الصالحة هذا الأخ وهذه الأخت الذي تسحرونهم لو ختموا عليكم ختمة واحدة في ثلاثة أيام وأسبوع بهذه المعجزة التي من القرآن لدمروكم تدميرا يا ليتهم يسمعون ويعقلون ويأقرؤون عليكم ختمة في ثلاثة أيام أو أسبوع سوف يدمرونكم أيها السحرة من الجان والجنيات يعلموا أيها السحرة من الجن أن هؤلاء السحرة التي كانوا سحرة فرعون كانوا أقوى السحرة فماذا قالوا قال رب العزة والجلال عنهم أنهم كانوا يريدون التقرب إلى فرعون أكثر إذا هزموا موسى وقالوا وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا قالت السحرة لفرعون إذا هزمنا موسى ويكون عندنا الأجر قال فإنكم من المقربين يعني أن تكونتم أقرب إلي يعني أن يرفعهم درجات إذا هزموا موسى ففرحوا ولكن الفرح لا يدوم للسحرة أبدا إنما الفرح يدوم للمؤمنين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قالوا لي واشنطرمي ذلك شلي عندك في الدك ولا نحن نرميه تعبين لعدنا قال أرميوا ما عندكم من التعبين ومن سحركم وما عندكم من العصي موسى صابر بإن الله تبارك وتعالى ينتظر الوحي أمر من الله تبارك وتعالى نما يعطيه الله تبارك والإذن سيرمي المعجزة وسوف تحرق كل السحرة وسحره بإذن الله الواحد القهار قال ألقوا فلما ألقوا السحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم هما أتوا بسحر عظيم رب العالمين قالها أيها الشياطين رب العالمين قال بأنهم جاءوا بسحر عظيم إن هؤلاء السحرة قد تجدهم مئة سنة وهم يتعلمون السحر أو مئتين سنة وهم في هذا المجال ولكن هزمهم موسى عليه السلام بعصي عصى واحدة ولكنها كانت معجزة عصى يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه ولكنها ليست في ذلك الأمر السر ليس في العصى إنما السر هو في القلب الذي يحمل العصى القلب قلب موسى كان قلب مؤمن ونصره الله على عدوي وهو كثير من السحر وفرعون وجنوده لذلك فمن كان له شبه قلب موسى سوف يحرقكم أيها الصحر من الجان ويهزمكم فمن يعلم أو يعرف كيف يحرقكم بالختم المباركة التي هي معجزتنا في هذا العصر وهو القرآن الكريم إنه معجزة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا كانت معجزة موسى عليه السلام أنه يحمل عصى تتصبح أفعى وثعبان يأكل سحر الصحراء فإن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم معجزته القرآن يحرق سحر الساحرين وسحر الأباليس والشياطين هذه المعجزة إذا استطاع هؤلاء إخوة والأخوات أن يدمركم بها فإنهم سينتصرون عليكم وسيشفون بإذن الله من سحركم المجدد في المناه وإلى الأبد وتبطل وتدمر عقد الساحر كذلك في البطن والمعدة ويزول وتزول مع الإسهال أو بالاستفراغ بإذن الله الوحد القهار وقال موسى والله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عبده وأوحينا إلى موسى يعني موسى لا يتحرك أيها السحر إلا بالوحي إلا بأمر من ربه لا يعصي الله أبدا موسى لا يعصي ربه وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه نالك وانقلبوا ساغرين هزمه موسى بالمعجزة بالعصى هزمهم لأنها كانت معجزة من ربه ولست عصى عادية أما سحرهم الذي كان عصيهم التي كانت تعابين تخف الناس تخف الناس وترهب الناس أكلتها المعجزة التي هي من رب موسى عليه السلام فلما أخبثوا الصحر على وجه الأرض في ذلك الزمان رأوا ماذا فعلت بهم معجزة موسى عليه السلام أكلت كل شيء وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين سجدوا مباشرة سجد السحرة مباشرة لأنهم يعلمون أن ليس هناك أسحر منهم على تلك الأرض هم تعلموا ما يوجد في السحر فوجدوا أنفسهم محاصرين إلا أن يقولوا قالوا أمننا برب العالمين رب موسى وهارون فأسلموا مباشرة ولم يفكروا كيف لو أسلمنا ماذا سيقع لنا هل سوف يحرقنا فرعون هل سيجلدنا فرعون هل سيقطع ففرعون رؤوسنا لم يفكروا لأنهم كانوا أخبث السحرة وصلوا إلى درجة من السحرة لم يصلها أحد من قبلهم لذلك لما رأوا معجزة موسى علموا أنها ليس سحرا علموا أنها شيء معجزة أنها ليست سحرا لذلك أسلموا لذلك أسلموا بسرعة السحرة بدون أن يفكروا وأسلموا مباشرة لأنهم علموا أن ليس هناك أسحر منهم وعلموا أن ما عند موسى شيء فوق الخيال إنه معجزة رب العالمين لذلك قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أما أنتم فسحرة صغار خبثاء سحرة صغار ستعلمون أنتم أصغر السحرة وأخبثهم لذلك فأسلموا وقولوا آمنا برب العالمين أيها الساحر أيها الساحرة قل آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أيها الساحر أيها الساحرة قلوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قبل أن تخسروا أنفسكم الخبيثة قبل أن تحترق في هذا البطن وفي هذه المعدة والله المستعاد الله أكبر على كل ساحر وساحرة في البطن والمعدة الله أكبر على كل ساحر وساحرة في البطن والمعدة كل ساحر وساحرة في البطن والمعدة يسلون ناراً حامية كل ساحر وساحرة في البطن والمعد يصلون نارا يصلون نارا يصلون نارا حاميا بإذن الله نار حاميا كل ساحر وساحرة يصلون نارا حاميا في البطن بإذن الله كل ساحر وساحرة يصلون نارا حاميا في البطن والمعد بإذن الله كل ساحر وساحرة يصلون نارا حامية في البطن والمعدة بإذن الله والجسد يصلون نارا حامية في البطن والمعدة والأطراف يصلون نارا حاميا في البطن والمعدة والأطراب كل ساحر والساحر يصلون نارا حاميا في البطن والمعدة بسم الله الصمد كل ساحر والساحر يصل نارا حاميا بسم الله الصمد كل ساحر والساحر في البطن يصل نارا حاميا في البطن يصل نارا ذات لهب في البطن يصل نارا ذات لهب في البطن والمعدة يصل نار ذات لهب في البطن والمعدة يصل نار ذات لهاب بإذن الله في البطن والمعدة يصل نار ذات لهاب يصل نار جهنم يصل نار جهنم في البطن والمعدة كل ساحر وساحرة يصل نار جهنم في البطن والمعدة كل ساحر وساحرة يصل نار جهنم يصل نار جهنم يصل نار جهنم يصل نار جهنم في البطن والمعدة كل ساحر وساحرة في البطن والمعدة يسحرون ويجددون يصل نارا في البطن والمعدة كل ساحر وساحر يسحرون في المنى ويجددون يصلون نارا في البطن والمعدة يصلون نار نار يصلون نار نار بحرقة تحرقهم أجمعين كل ساحر وساحرة يصلون نارا حامية في البطن والمعدة نار يصلون نار حامية في البطن والمعدة نار يسلعنا نار حامية بإذن الله في البطن والمعدة نار كل ساحر وساحر يسلعنا نارا حامية في البطن والمعدة بإذن الله